صباح الخير وصباح سعيد على كل مستمعات برنامج اللامولاتين تمنى لكم تكونوا على خير ومرافقنا دائما في برنامج المرأة الطفل والأسرة مع فقرتنا المتنوع إن شاء الله لكلها إفادة اليوم في شيوات اللامولاتي فغادي تشارك معنا المستمعة والشيف أميرة داليس تبارك الله عليها مجددنا شيوات مغربية 100% مقبلات بالخضراء وطويجنات بالديين وكذلك واحد الوصفة القوتين إن شاء الله وللعشان اللي غادي تعجبكم نخلي شيف أميرة هي تعالى لهذه الوصفة في حيث التجميل اليوم غا تكون حاضرة معنا لأول مرة الضيفة دينا واللي هي زينة إيد منصور أخي سائية في التجميل وخبيرة في المنتوجة الطبيعية التقليدية واليوم غادي نتكلمه على الفوائد التجميلية الأوراق الصدر فاللي عندها أوراق الصدر تسمع لنا واللي ما عندهاش إن شاء الله مع نهاية الحلقة أنا أكيدة على أنه غادي تمشي تشريها وتستفد من هاد الوصفات إن شاء الله ومن المعلومات التجميلية ومن النصة إحلى غادي تقدم لنا زينة إن شاء الله أخي سائية تجميل مرحبا أكيد في ساعة تانية وتساؤلات ديلكم إلا عندكم أي تساؤل فيما كيتعلق سواء موضوعنا حول أوراق الصدر أو لأي سؤال تجميلي تواصلوا معنا على 05-22-88-0060-61-62 فاصل غنائي وخليكم دائما أوفية للمولاتي ما تمشيوا فيه تواصلنا المباشر معكم مستمعينا ما زال مستمر دائما من خلال برنامج اللامولاتي وقدمشيوا مباشرة تلشيوات للمولاتي رفقة شيف أميرا ديليس بعد الخير شيف أميرا نار اختسامة لبس عليك لبس الحمد لله كدير انتي لبس عليك بارك الله وفيك نهارك مبروح الله يبارك فيك صحية كبيرة لكم المستمعات وجمع تقم مدرجة وتبارك الله عليكم بارك الله وفيك لالاختك شيف أميرا مرحبا الله يبارك فيك نبدأ وإنساء الله تهيوات مغربية ومغربية واقتصادية إن شاء الله هاتش اللي بغينا هادفترة هادلوقت هادا اقتصادية لنك نبدأ وإن شاء الله بتتويج ناس ديال ديال الصوسيس وديال بتاطا مهم بنسبة الصوسيس ديال لبنز كان عارفوه لمتواجد دابا وتاما ديالهم مرخوف ماشي بحل صوسيس ديال بكري غدين نحتاجوا تقريبا مئتين قرام ديال الصوسيس مئتين مئتين تل مئتين وخمسين قرام دارك لي أنا دو جوج طواجنات ليش في معي ايه تبارك الله أنا كنبيرهم طواجنات فارضيين ممكن اللي بغا تدير طواجين كبير عائلية راه تا هوك يجين مزيان مهم غدين نحتاجوا هادا كنقليه في المقلة اللي كتكون ما كتل السقش ما كنبير ليه لا زي تلاتة شي حاجة مهم غير كنحطوه في المقلة ما كتل السقش وكننقص عليه البوطان الزيال وضرورة نغطاو المقلة بش داك صوصيس كيتلق ليدام دياله كيتلق هاداك الماء دياله كنتخلصوا منه ما كنطيبوش فيه مازا مهم حيث كنعرفو ركي يكون فيه ليدام بزات اه كنخليو حتى كيتلق داك ليدام على خاطره كنبقو كانتكو شوية بفوشيت او اللبس كين حتى كيخرج داك ليدام دياله كامل وغادي ناخده مقلة وحده اخرى او لديك المقلة نتمسها كنحيدو منها تصيث وكنحيدو هذا الي Stevens ما كنعودوش نطيبو به كنغسلو المقلة ديالن نضيروا واحد شوية ديال الزيت كنستطيعو فيها بطاطا بطاطا اللي كانتكو نقطع دوائر ياما كنستطيعوها في شوية ديال الزيت او اللي كنستطيعوها فالألة ديالبانينيا كنشواها في الآلة ديالبانيني كيفاش كنديروها في الآلة ديالبانينيا كناخد الورق الطاهي الورق الذي كان في الأطاء كان نرشو بشوية بيلة المامة مزيان هو رهما ما كيفزقش يعني إلا كان ذكي يكون مشمع مزيان روخك نرشو عليه المامة مكيفزقش ياب صح وكان نديره فيه جوج مع القضيال الزيت كان دهنه مزيان هذا الورق وكان نسرحه فيه بطاطة كان نعوده نغطيه بورقة واحدة آخرى كانت تكون شيئا مرشوشه باللمام ومدهونه بشوية ديال الزيت وكان ديرهم في الآلة ديال البطانيني كتجي بطاطن شوية او مانطن في هالمادق ديال القليان مه ايه كتطيب ضغية وكيجي في هالمادق رائع غادين ناخد المقلاة كيف قلت لك كنشحر فيها بصلة اللي كنقطعها شنايف مه كنقطعها شنايف رقاك كنشحرها مزيان هو الولب وحد المعلقة ديال الزيت وشوية ديال الزبدق غادين نضيف ليها جوج دريسة ديال تومة محقوقين ثم ما كنبيروهاش من الول باش ما كتتحرقش لنا وكتعطينا المعذق مزوينش غادين نشحروا البصلة هي اللي ولا قاعد باش كنضيفو التومون نشحروا هاتا هي مزيان ماها غادين نضيفو معلقة كبيرة ديال فلسط طماطم او لما طيش ديال الحك غادين نضيفو تقريبا كاس ديال الماء غادين نزيدو شوية ديال افزار معلقة صغيرة ديال كامون شوية ديال ملحة ونصف معلقة صغيرة ديال بحمارة هادا هو متوابين اللي كينين في فاز الطويجنات هادو كنشحروا لصوص ديالنا مزيان حتى كتولي عنا لصوص عاقدة كيف قدت لك رانين يدست فيها كاس ديال ما كاس عنبا ديال ما كنديرها فوق عافية مهيلة حتى كتعقد عندي ديك لصوص غدينا أخذ طويجنات ديالي إلا كنت أنا بحال مثلا سيدة اللي كتكون خدامة ممكن توجدهم بالليل حتى الغد بغيت تقدموا اللي تديهم على الخدمتها عاد كتدخلوه لسرران بك شعلك أنا كنديره فطويجنات انديزيجيال غدينا أخذ من هاد لصوص كنديرها فطويجنات وكنتصرح فوق من هذيك بطاطا اللي شويتها او لقلينها اللي بغيت سيدة كنصرحوها فوق من لصوص نيشن فاش غدينا ندخلوهم الفران هذيك بطاطا كتشرب من لصوص وكتجيبوه بمثمة رائعة بسر غدينا نفرش بطاطا فوق من لصوص وغدينا نخذ ذاك صوص اللي كنكون قطعتو دوائر صغيرة كن نديرو من الفوق وغدينا نخذ نفس المقلة اللي كنت عندي فيها لصوص كندير فيها ثلاثة ديال البيضات وكنحرقوه في هذيك المقلة باش كياخدو اليمن ثم ديال لصوص اللي بقت عندي في المقلة هذي نضيفها فوق طويجن جيالي ونزين بالمعدنوس وقزبور وكندخلوهم الفران كيتحمرو او لا غير فوق البوطن كنغطوه من الفوق باش كيتاب لنا هذيك البيض كتجيع لشكل فكتوكا او لا اوملات بالبيض وكيجي المدق جيالورا يعني نستفذ هذي صوصيس وبتاطا هتبارك الله عليك وتالوليدات يعجبوهم بتاطا يعني ما صوصيس يعني معتبرة وغديبة ولا عشيوة خفيفة سهلة ايه ممكن حتى نجيروهم فساندويشات يعني ناخدو مورسو منو نجيرو فساندويشات نباريسوهم راكيجي وغزالين لسف ما نحتاجو نجيرو لا لا صوت لا تشي حاجة غير هذيك فلصة طعاماتهم كتباللين لطويجن ديالنا غادي ندوزول زعلوك بالبروكولي ايه مقبلات ايه وهو صراحة البروكولي يعني في نسبة عالية للحديد في صراحة ايه غادي نياب ايه كيجيم فور زوين كيجي مع الخضراء مع الدجاج مع اي حاجة واحتى هالطريقة دي المقبلة درتي في صراحة كجيم زيانة مفكرة زوينة ولكن الوليدات اي لحطيناه ليوم هكاك قليل اللي كياكلوا انا بعد ابناتين مغسيتهم شو حكيتهم مع الخصتي ولي بحال الخص ما كياكلوا شو ايه اه هذا الله بها الطريقة جديدة. وجزي البقولة الآن. ممتاز. لا يقول لها. مع نضيره من دروبيه وكتبقى واحد الكيمية. وما تنبغي صار حتى تخسره واتصفار له. وما ندره مقبل. واخر. كنا بغينا نحتفظ بها اختصانة. نفوره كان فوره هو اللو الواحد لخمسة دقيق. البرمة كان ندير فيها شوية ديال المولخ اللي ما نديروش الملحة عمرنا البروكولي ما نديرو ليه ملحة في اللوغل وإنك يمشي ليه اللون دياله هذا الشي لكنا نحتاج الضبيل في المجميد ولا شي حاجة فش كيفور كنجبدوه من كنا نخليه حسكي برد شوي وكنديروه في الماء قلاسي كنديرو معالي قلاسي المبارد بش كي بقى محافظ على ذاك اللون دياله ورا كي بقى معنا تل شهرين تل شهر في الكونجلاتور بنفس اللون دياله ايه والدليل هو أنه هادوك البروكولي اللي كيتباعه مثلا في دي ساشي اللي تيجون من على بره مثلا ايه يعني طيب نص طيبة تقريب نص طيبة يعني ضغياتي طيب وتيبقى الوريدة يعني محافظ على شكل دياله و اللون دياله خضر ايه ايه هادية طريقة هما كيزيد مع الماء بيكربونات الصودة بكي حافظه اكتر على اللون ولكن احنا مكيل لاشرى غير هادة طريقة كنفوره هناك تأسي دياله ما بغاش تفوره تاخد المغليان مغليان 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 ايه ديال طريقة ديال الخل وما تديرش الملحة سيخته الملحة الملحة يلي كتبت لي اللون هادي الطريقة الصراحة اللي كان ديله وهد المغليان ملي كترمي عليه هداك الوريدات ديال هادا دغيتي طيب ما راوم تيبغيش انه يتفور بسافس يردلي البارد حق الشهرة وما تيبقى لاشكل لهذا لقيمات دياله لوال هي المسخون ايه كيف قلتي وبقتر دياله وفش تحيد من المسخون ميشا من الملحة داروه رخصه يتبرد بش يبقى محافظة على اللون دياله دونك بالنسبة لزعلك ديالنا كان اخد انا ازعلك كان تحنوه في الاشواق كيف قلت لك بس بغشوله ليلات مكي عارفوش ما زال كان تحنوه مزيان في الاشواق واخدر ما مفور ما تيتي حاجة وغادي نديروه في الكوكوت نيشان كان دير معها بسلاة صغيرة بسلاة صغيرة كان قطعوها في الاشواق مش الضرقي قدر غادي نضيف ليه ضويمة ديال التومة او للتومة بودر ما نديروش فيه التومة العادية التومة العادية كتخرج لي هداك الماضاق دياله كيولي مجهد تومة بودر كتعطيه الماضاق كيف قلت لك اختي سانا اراد حالي لك تتليف في الخبيزة احنا كنقول له خبيزة او للبقولة قد نضيفه الربع قزبونه مع ابنوز تقريبا نجوجي مع القكبار ديال الربع مهم وشوية ديال القشرة الحمد المصير تقريبا نجوجي مع اربع مصيرة القشرة دياله ماشي لها براء الدخلانية ولكن القشرة ديال الحمد المصير كنقطعوها رقيقة مع القا صغيرة ديال القزبوريز مع القا صغيرة ديال كامون أربع كاس ديال زيتون والسير ديال هادزعلوك هدا وهو مع القا صغيرة ديال الموطار مهم كي تقدم بزات وكي يديرو معه فاش كي يجيو صوتي وفي الاخر كي يديرو معه الكروفيت غادي نسدو عليه في الكوكوت بلا ما بلا تشي حاجة إلا كان السيدة ديره محطف ضابيه في الكونجيلاتور ما غدش له لا ملاواله إلا كان بحره مغزول حتى وما غدش له الماء إلا كان عندها فتلاجة قريبا واحد تلسيام ولا رضع يام هو راكي يشرب هذو السوائل دياله غادي دير ربع كاس ديال الماء غادي نسدو عليه في الكوكوت لمدة تقريبا عشر دقائق تلخمستاش دقيقة هو رضغيه كي طيب غير تتصفر الكوكوت فوقعه في المهيلة غاية تتصفر الكوكوت كنحسبوليها عشر دقائق وكنتفاو عليه غادي ناخدو واحد المقلة كنبيرو فيها تقريبا ربع تاس صغير ديال زيتون معلقة صغيرة ديالك حمارة وشوية ديالهريطة ايه وجوج معلقة كبار ديالك زبورة مادنوس كنخليهم حتى تكيتشحروا واحد شوي وكيتلقون نكهات بعضياتهم وغادي نضيفو هادك البروكولي اللي كان اخدوهم من الكوكوت هو والبصيلة اللي معاه كنشحروا مزيان في ذيك الزويتة مع هالعضرية اللي درنامها كيجي رائع اختصانة وغادي جربوه الاخاوات ويرضع لنا الخضاء لعتك صحة بارك الله عليك ايه المقبلة صراحة المغربية العموم بجميع الخضر مشربلين كيجيو زوينين فهد البروكولي حتى هو يعني مزيلي فكرتينة فيه لعتك صحة ندوزو ان شاء الله للطويجنات نديرو طاجين ديال بتفرجل هادا وقته ايه بالنسبة لطاجين ديال بتفرجل غادي نديروه بالدجاج غادي نحاولوا انتفادوا الحم كيجيزاف الناس كيقول لك ما كيجيش تفرجل مع الدجاج غادي جربوه بعض طريقة ويقولوا لنا وش كيجي ونا ما كيجي نحن عندنا واحد القادية اللي مولف الحم في طويجنات يجي صعب الدجاج عندك الحق كله وش نولف والله بصحة ولكن عبتاني انا دائما تقول الواحد ما يحكمش ما يحكمش على الحاجة الى مداقعش ما كيش حاجة اللي قارة انه لب الدجاج مزيان لب يعني صراحة انا كنت كنت نقول احتى بخلت لهذه المزال لالطمع عد بالدلت الرائي جالي بزاف بصحة واشوفي دابا تعرضي من تنجل قويرة ياك ولو تكونيك تصيب الحريرة بطريقة ديالك اللي تربيت عليها عند ماماك و جداتك وغيره مثلا اي اكلة عندنا مغربية معروفة ره ما شاء الله مغايرة دابا الاساس كاين كسكسو ولا مثلا تنجية ولا ولكن كل واحد شنو كيزيد فيها او تاني على حسب المنتوجات المحلية العطرية المحلية ودك شي ولكن راكين اجماع راوحدة نستيك في الاخرى كلهم بنا فالواحد صراحة ما يحكمش عندك الحق تاجين تسفرج تعودنا عليه بالمليجات ودك شي بالحم ولكن بالدجاج واخر دابا نشوفه بالدجاج ضمنك غادين الدجاج من طبيعة الحلرة غادين يكون مغسول بالطريقة اللي تعودنا عليها بش نشمو ريح الدجاج ذوين بشي عاو ثاني الدجاج غاي مغسول عادي غادين نحتاج طريقة ديال الدجاج لقياس اللي بغا تسيدة كان اخدو طويجين ديالنا كنديرو فيه بسلام قطعاش نايف غادين مقطعاشة رائح رقيقة كان ديروها بطاجين كان ديرو على هجل الدريسات ديال التوما غادين ديرو على شوية ديال زيترومية هذا الطويجين هدا ما كيبغيش الزيت بالذية بززاف حيط كتكون فيه ذاك المائدق ديال القرفة مكديش معه زيت بالذية بزاف غادين ديرو شوية ديال زيترومية تقريبا 1.4 المالك كبار وكنخليه هديك البصله التومح تاتحر لينا شوية غادي وغادي نضيفوهإيها شوية ديال القرفات Rip안 نص معلقة تغيرة ديال القرفة شوية ديال قحمره 1-4 مالقهات غير زiger غدا نضيفوه شوية ديال اع manage ونص معلقة تغيرة ديال واحدة سكينجبيp غادي نقليو شوية هدك البصله ونحطوه طريفه ديال الجز إذا كان لدينا الزعفران شعراء كان ندهنوا به هذك الطريفات الجيج هول لول عاد باش نحطوا البصلاة لنا كتشحار باش كي يشرب لنا ذك الزعفران شعراء إلا ما كانش حتى نحطوا الطريفات الجيج ديال نفطاجي وغاد نديروا نصدوا ما ديال الزعفران باش كتعطينا اللويا وكتعطينا ريحة لهذاك الجيج غاد نخليوه كيتقلى مع هتا وغير شوية ما كيحتاش قاعد يتقلى بزف وغاد نمرقوه بالكيس ديال ما تقريبا كيبغيش لنا بزف غاد نديرو عليا شوية ديال قصبورو مع دنوس من الفق ونخليوه تقريبا واحد من الساعة كيطاب لنا الجيج فعد الوقت هذا غاد ندوزو باش نوجدو السفرجل ديالنا السفرجل كان قطعوه عادي كان جميع الأخوات رو ما عارفين كيزا شكيتنقى كان حيدو لي هدك لقلب ديالو وداروري كان بيرو فيه فليحات من الدهر الأخوات المبتزئات غاي سحب لهم هادوك راهم غاي بيقور هادوك فليحات اللي كان بيرو في الدهر ديال السفرجل ولكن راهم اللي كيخليوه ما كيترتقش فاش كان طيبوه ما كيترتقش وكيولي المنظر ديالو مزوين يعني ماشي غيد زين لا ماشي غيد زين داروري باش مكترتقش لي بيك الجلدة ديالو حي الجلدة ديالو را كتكون رهيفة هاي فقط وصل ما كتوطل هالعافلين ففي كترتقريه جلدو كيولي المنظر ديالو مزوين شي لجي ما نحطه وصراح هادوك تزين كيعطيه واحد واحد الجمال يفتاجين كيزين جماليه سبحان الله وليلة تبرك اللي عارفو ماي عارفو كيفاش يزوقوه صراح كان ديرو فليحات بالطول وكان عاودوهم عاوداني بالعرض مشكل مائل بشكي عطونا هادوك بحال كاروياز لانجليمات كيجوا فيه زوينين كانت لق هادو صفر جلد مع شوية ديال الماء وشوية ديال الملحة ما كان كترش ليه الماء بزاد حيث هوارها دغياء كي طيب كان ديرلي شوية ديال الماء والملحة وشوية ديال القرفة كانت لق في هادوك صفر جلد قريبا واحد عجرات دقيق كان حيثegب هادوك هادوك بها كل ما ديال وكان بقى نبجل البيه الطاجين حتا كي طاب إندي طاجين حتى يطب عندي طاجين وغضيين دوذوه باش نعسلوه فكان بس نبجل الطاجين نلجي عارك يطرا على الغالي وكان نرز على ما نقص من هادوك المريقة ردي نديرها في مقيلة باش نعسل السفرجل كان بقودينها في نفس النكاهات السفرجل كي بنا نتاجين وطاجين كي بنا نتسفرجل وخيرهم كي بقى بيناتهم بيناتهم دونك كان ازو حد شوية ديال المريقة من تاجين ردي نديرها في واحد المقيلة وكان بفعلها شوية ديال السكار بالنسبة للسكار كان اللي كي بغيه كرامل ورصة رحة طريقة الاصيلية كيفاش كان نعسلو حنا في مركش راه داروري كان نصوبو كرامل كان ديرو السكار حتى كي تكرم المزيان كي يقولي كرامل وكان بفعله بتقريبا جوج مغارفات من المارك من المارك ديال الطاجين هادك الكرامل هادك المارك هو اللي كي يعلق لنا هادك الكرامل غدي حجر واحد شوية كان بقى وغي كان نحركوه فوق عافية مهيلة حتى كيدوب كيدوب عند النسكار وغدا نحطه فيه السفرجل باش يتعسل مزيان نحطه على القلب دياله مش يعني ديك البلاسة اللي زوقناها كنحطه على القلب دياله باش يشرب لنا ذاك الكرامل ودك لنا كهات مزيان ونزينو به الطاجين راكي الشمعي اختي سناء كيفاش كي يجي رائع ايه لوليدته هما كيعجبوهم كي تغير له المارك تنزع ليهم الحلاوة مع الملوحة ايه الله تعطيك صحة تبارك الله عليك تنزيها بالخضراء ايه ها تنزيها هدي في السرحانة في مراكش راك ندروها بلا لحم ولكن السيدة اللي بغاد تدير بحالك طيف ديال الحم ربعة ديال الحم اللي توفر عندها تقضي الغارض مهم القياس ديال الحم كي يبقى السيدة اللي بغاد غادي تديره في الكوكوت ها تنزيها هدي ما فيها لبس للا ما طيشة ما كتحار متاشي حالا سيدة العاملات غادي يرحموني هادي المعارض خضرات غيصة طيب غادي نديرو اللحمة في الكوكوت كنديرو على الخضر اللي بغينا كندير انا خزو كندير جلبانة كندير الفيتا الخضر اللي بغينا مهما هد الخضر هما اللي كندير انا اغلى ديها اه بطاطة والزيتون كنخليهم حتى كي يطيبوا هد الخضر غادي نضيف عليهم نصير حيل تقريبا نصير حيلة نصير اللي كي يكون حيل مزيان اه إلا ما توفرش ممكن سيدة قديب العادي غير هو هدك الحيل الركيعة طيب ما داق ديها تنزيها الأصلية غادي نديرو شوية ديال الزعفران شعراء او لدويمة ديال الزعفران وغادي نضيف معلقة صغيرة ديال الكامون الكامون من الاحسن يكون جديد اه غادي نضيف شوية ديال ايبزار ما كان كتروش بالزاس تقريبا انا راس معلقة صغيرة ديال ايبزار وراس معلقة صغيرة ديال سكين جبير كندير الماراق للقياس اللي بغايت ما كان كتروش كنعارفو الخضراء كتلق الماراق ديالها غادي نديرو تقريبا واحد كاس ونص ديال لما غادي نسد عليه الكوكوت واربع كاس ديال الزيت سمحي لي اختيسانات نسيت اربع كاس ديال الزيت بلجية او لزيز زيتهم ومعلقة صغيرة ديال السمن اللي ما توفوش عندها السمن ممكن تطير الزبدة ممي هي اللي كتختر لنا الماراق مع ما شحرنا هنا فينا ما طيش على بس لا لا تاتي حاجة هادي السمن والزبدة هي اللي كتختر لنا الماراق كنسدو عليه الكوكوت كنخلي واحدة كتصفروا نقصو عليها خمسةاش دقيقة خمسةاش تلعشرين دقيقة وماكسيمو صافي كاسكون طيبة كنحلو الكوكوت ديالنا كنزيدو بتاطا والزيتون كنبقيوهم طبيعة الحل وكان قطوها على الطريقة المغربية العادية وكن نرجعوها تقريبا عشر تقاقصة فيك تكون مريقا وجدية كشي ملبية لاتك صحاب الخضراء هادي نقصني ضروري نديرها لبسي مانا ضروري كدار بحال مثلا في اخير الاسبوع ديك الخضراء اللي كسبقا عندي كل ما كنديرها في هاد المريقا تاتا خي سوج البانا عندك الحق كل شي لايق لو بيت وكل عليك ولفونتاج ديال هاكيف قلت لك ما قد حرمت تفي حاجة والد غير كل شي كي باهم مرة واحدة خليكم معنا مستمعين فاصل ونرجعو نكملو باقي الوصفات مجلة مولاتي ونواصلو باقي الوصفات رفقة المستمعات الحدقات من خلال برنامج للمولاتي هادي ندوزو الطبق المفزئ ده معنا شو في مستمعات كتارت في ايطاليا هادي بلغولك السلام هادي المتابعة للميطاليا ما يبلغت بي يا الله يرحم الوليد يقول لو واحد المغربية اكتشفت واحد نوع ديالبيتزا شوفي كان غافل على الشيف الايطاليين واشوفي الواحد هو يخدم بالقوام ديال بلاده وبللي كين ورقدي بالموجود نسي بتارو رقحنا تيتو صفار عندنا ذك السلي ما هو شعد باش نوجدو بيزا مرهم الوليدات كيعرفوا بيزا يوح لخبيز رافق منهم بيزا نسي بتارو الفرماج نادي نبير اليوم وأبني يالا تفضلي هادي نديرو بيزا بيزا مغربية بالسحمة هادي نحتاجو العزينة ذاك المرات ديالنا رغيفات بالسحمة السحمة اللي بقاتلك هنتي اختارعتي واحدة مهم شوفي عفتش نو ميبقىش فينا الحال لانو في البرنامج دبان تيجربتين تيالولا وتبارك الله راه انتي انه جات بنينا فاحنا غنتبعوك ان شاء الله فاتش اللي عطيت يعني تبارك الله راه انتشي ما في شك شوفي مدام عطيت يا دابف البرنامج وما ترى انا رغي قلت نختارعها وفي اعلان جات رائعة ديالساف والله حيث لقيت التفاعل كبير مع ذاك المسير منتديل شحمة سبحان الله الاخوات بدرت ليو منصال ليابادو كلمسير منتديل شحمة وشحال بدتليوهم شيذي كريات بدتليوهم بالله شنا نديرو كزا سياد مؤخرا يلا يأَ ايه هاد يندروا معلقة صغيرة ديالسكر سانيضا وهاد يندروا تقريبا نسكاس ديالزيد بالنسبة للزيد كان فيتسط طول نخلطه ما بين زيت زيتون والزيت النباتية خلط زيت زيتون را كاتنامشيف لنا العجينة سفلبيتزا البيتزا الاصيل يا رامان ما كيبيروش فيها زيت زيتنامشي في العجينة را كيبيرو فاعز زيت النباتية حتى كيعجنو العجينة أعاد باشك يخوه على شوية زيت الزيت المنصق وكيفلو هكذا تخمر فيها حلو كتير حيث كتنشف لعجينة هي من الداخل مفضل أنهم بعديتهم بجوج البلدية والرومية أربع كاس مخلط فيهما بين الزيت بلدية والزيت رومية هنجرون معلقة كبيرة ديال الخلط وغادي نديروا جمعات كبار ديال الشحمة نحكوك الشحمة ديال الكلوة كنديروها في الكونجلاتير ما نجيبوهاش ديك اللي مطحونا من عند القزار كنجيبوها غير طريف وكنحطوها في الكونجلاتير حتى كتجمد عز باش كنحكوها فاش نجيو كنحكوها كتخرج لنا فوتات رقيقة بحالي كنحكو الصابون فاش كنحكو الصابون كتولينا رقيقة كتخلط لنا مع الطحين ما كتبقاش تبقى يعني هاي عندك الحق محكوك بها الطريقة كتجيم زيانة ايا غادي نضيفوها لهاد الخالط اللي عنا وغادي نحتاجو بيضا حبا ديال بيض كنجمعو الخالط اللي كفانا كينا السيدة اللي غادي يدخل لها زلافة ونص ديال بقاك كينا اللي غادي يدخل لها جز لايفة لحسب النوعية ديال بقاك مهم كنبقو كنجمعو العجينة كنخليوها كتبقا كتلاس قلينة في الدينة ما تكونش مجموعة بزار غادي نخويو عليها واحد شوية ذيال زيتون وكنخليوها كتخمر مزيان حتى كتطلع فاش كتطلع كنسرحوها في واحد اللاطة اللي كتكون كارية ديال فران ديال بيالدو كنسرحوها مزيان فيها كنبقى كندخل فيها سباعي باش ما كنحتاجو لن تكوها بفرشيطة لتاشي حاجة كنبقوها كندخلو فيها سباعنا بحال قبز ديال فوكاشيا وغادي نبهنوها بلا سوستومات بالنسبة لسوستومات غادي نحتاجو الماتايشة قريبا ثلاثة لحبت ديال الماتايشة همارة ما غاديش نديروهم كل هاد لاصصف هاد العجينة ولكن غادي نعطيها سوستومات اللي تبقى عند السيدة وتستعملها في بيتزا في فليب بات اي حالة هادي هي لباس ديالة فيها تقريبا نقول واحدة نسكيلو ديال ماتايشة غادي نجيرو معهم ورقة وحدة ديال سيدنا موتة معلقة صغيرة ديال زيترة اربع كاس صغير ديال زيتون بصلة كان قطعوها غير غير على اربعة وماتايشة تهية كان قطعوها بالقشرة ديال هتاية غير على اربعة هادي نديرو ثلاثة دريسة ديال تومة شوية ديال الملحة وجوج طمرات كنحيدو لهم العدم ديالهم ايه اشنا هو الدور ديالها جوج طمرات كي نقصو لنا من الحموضة ديال ماتايشة فش كيكونو كي طيبو مع ماتايشة فعود ما نديرو الثقار كنديرو الجوج طمرات ماتايشة فش كي نديرو الثقار كي تعطينا عاوتيني الحلاوة في ماتايشة ما تنقدوش شما القياس نديرو مع القاها قداشة عندك الحقين بعد نوباتلي كيفو تقدر جي حلوة ديك ماتايشة بحل كيتشوب صحيح ايه وهات جوج طمرات راه كي ينصو لنا ديك الحموضة كاملة كي حافظوا على اللون ديال ماتايشة وكي تعتبرو كمادة حافظة هاد الاصصة ومطرة تبقى معانا حتى ال ست شهور سبع شهور بهذا الطريقة كتبقى مزيانة غادي نديرو الجوج طمرات كنديرو مع ماتايشة والمقادر الحرة اللي اعطيتك كنديروهم فوق عافية منهيلة العافية را كتكون شمعة اختسانة كنرطيو الكاثرونة ديالنا وكنخليو ذيك ماتايشة كتطلق المدية لها ما نضيفوش لما نهائيا كنخليو غير هذيك ماتايشة كتطلق المدية لها غايكون احسن الى تحنها في هذيك طحانة ديال ماتايشة اليدوية باش تبقى محافظة لنا على اللون ديالها حيت فاش كنديرو البغاء اولا كنديرو الميكسر اللي كان ميكسر بلونجو كي تبدليها شي شوية اللون غايخسنا ضروري نديرو فيها واحد معلقة صغيرة ديال ماتايشة الحق اه ففيك تكون وجدة عنا ماتايشة كنخلي واحدة كتحقات كيف قلت لك كنتحنوها وكنحتفظو بها نديرو بها اللي بغينا اي حاجة بغينا نديرو فيها اي حاجة بها اي حاجة بها ولي معتمدة عندو بهالطريقة اللي عطيت اي حاجة اليدوية نديرو بها مزيان بلاسطومات هنا نديرو فيها اللي بغينا كان عندنا طن نديرو انا هذي اللي اجتمعي اختصانة مفعلاته هاتش اللي غانديرو دب هدي جات في وقتها غادي ندهنوها بلاسطومات كي اجتمعي كي تبقى اختصانة قدرت شوية ديال الفلفلاء فلفلاء انا اما كتكون عندهم شوية ولا كنستطيعها بشي شوية ديال الزيت باش كتخرج ديالها كنديرها فوق منها وكندير شوية ديال الفرماج الخدعة اللي كندير الفرماج باش ما يحتاجوش كمية كبيرة ديال الفرماج هو كنسلقجوش بيضات كنخلنهم حتى كيبردو كنحكوهم في الحكاكة الغليضة وكنخلطهم مع الشوية ديال الفرماج موزاري اشو هنقولك اختصانة هذيك ديال الفرماج موزاري اللي كتكون مدورة اللي كتبع هذيك الباكية مدورة فكنقطعها الى 4-3 فغير وورا لا ما كنستلكف ديال اللي اممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم محكوك كله محكوك بصفر البيض دياله فاش كددخل هاد البيتزال فران هذيك شحمة الدوب كتعطينا المعداق ديال بارموزان وكنعرف اشنو كنقول لا لا شوفي والله لم تيقينك عابتي اسماء ام ادم دي بصفتات لي قتل يراها غير الشيف اميرة عطت المقادير شحمة قتل يجب تملك ودبطن حت المقادير قتلك انا بالرادب وستحكو راح تكتاكلو فسحك السلامة انا ما زال ما حبيتاش في القناة بغيت حتندوزها معك اللي ريختك بارك الله وفيك شكرا بانك اه قلتلك اختيسانة هذيك شحمة فاش كددبك تعطي المعداق ديالتارمزان تحلفي عليا واشتارمزان اللي كين في الجنينة مهه وهادك الفرماز اللي برنغيش شوية تعطينا ديك تتعليكة وذك البيض اللي كيكون نحكوك من الفوق فس كيشوفوه لليزات كيستحاب لهم فرماز عادي كتصورية ديال البيضرة كيستحاب لهم فرماز حمار وذيك البيوضية ديال البيض كيستحاب لهم فرماز عادي وكيكلوها كددين جيدة البيض بالددية لهم عادي حمارة تقدي اختيسانة كيجي مزيج ما بين البيزا ما بين الخفزة الفلالية كيستحاب لهم كيستحاب لهم كيستحاب لهم كيستحاب لهم كيستحاب لهم كيستحاب لهم ويقالت على ان الخضراء اللي اللون ديالها خضر هي اللي كتدير في الحم يعني اي الخضراء والخضراء كتديرهم في الحم اي ذاك شي اللي كان واحد كل واحد وشنو كيدير ولكن كل شي كيجي لديد ليلة ام ياسين رعيانا سيمانا مسكينة واليوم ما عافتيش ما شيف اميرا اليوم را صفتت لي الحمد لله اغيتش هاي لنا ليلة صفتت لي مساج قات لي راني قية البيتزا والتاجين ديال السفرجل ما قيتهم شتت صفتهم لي وعندها الحق البيض والفرماج كيجي بحل يعني الفخوماج موزاريلا والاسلامتك ليلى اللي سمعناك على خير صفتت لينا وصفتها بعدها وصفتك راه ليلة ام ياسين تمنى تدير هاد البيتزا ديال الشحمره ما يبقى يدرك واله ان شاء الله والله يلا والحمد لله والشكر لله نسي نزعلوك ديال الخضراء واخا ايه غادين نديرو زعلوك بالخضر هادا را نجربوه الاخوات القاناة تعجبوهم بسا غادين نحتاجو الدنجل كنحاول نقص لي شوية من هذيك الكشرات دياله وكنخلي محل مثلا نضرب طريف ونخلي طريف فيه باش نقص من هذيك الكحولية ديال للقشرات الدنجل غادين نحتاج قريعة مثلا نقولو تقريبا ثلاثة الحباس ديال الدنجل غادين ندير معهم جوج قريعة قرعة خضرة غادين ندير معهم جوج حباس ديال مطيشة وجوج دريست ديال التومة كندير كل شي في الكوكوت نيشان كنقطعوهم مربعة صغار وكندير كل شي في الكوكوت كندير معه التومة كندير معه القزبور ومعدنون تقريبا واحد جوج معه القكبار وغادين ندير عليه شي شوية ديال الملحه وكنسد عليه في الكوكوت تقريبا واحد عشرات دقيق فوقعه فيه مهيلا طبيع لحال ما كندير معه لا ما لاتشي حاجة هو كيتلق الما دياله كندوز عشرات دقيق كندقها طال وطلق هديك الموها دياله كندقها كان معسوم زيان غادين نضيفي زيت زيتون تقريبا اربع كاس صغير ديال زيتون معلقة صغيرة ديال الكامون نص معلقة صغيرة ديال تحميره وكنحك فيه شوية ديال قشرات الحامض حامض خضر ماشي نصير غير الحامض خضر كنحك فيه واحد شوية والعصر ديال نص حامضه كنخلي حتى كي يزعلك مزيان وكي يوقف هديك الزيتة دياله كي يجي رائع اختصانة فعلا مقبل الخضرات هو كيف قلتي قبيلة يعني الخضرات ديال نهاية الأسبوع ما كين محسن من هاد يزعلك بهاد طريقة كي يجي مزيان ماشي قلتي لنا العصر العصر هذا عصر ديال خزو والقرعة حمراء غادين نحتاجو خزو والقرعة حمراء كنتلقوهم هنا في الماء كنتلق معهم واحد شوية من طريفة ديال ليمون هاديك القشرة الفقنية ديال ليمون ما نطلوش لهذاك اللب الابيض كي يكون للداخل كناخد غير واحد شوية من القشرة ديال ليمون تقريبا نقول واحد اربع ليمونة هاد اربع ديال ليمونة كيخرج لي من كهدي الليمون و تجد تجد بدر مخيم اعطاية للمونة واحدة في العاثر الموت هنا اخ occupiedهneg مش Pvtreل وطنبعدهم معاك اظهرين قرعه حمره قرعهم لاحية دي وق ville اقول لحتيها سيز Bird جدت الامضة فم مave البدح وطنبعد هذه بموجود الجرس وكريد German القرصرة خاتر فاشكي طيبو غدي نتحنهم غدي ناخد هذيك الليمونة كنقطعوها دوائر كنحيدو لهذيك العظيمات اللي فست منها وكنتحنوها معي طرو ديال المبارد غدي نصفوها ونضيفو لها هذك خيزو والقرعة والقرعة حمراء والطريفة ديال الليمون كنتحنوهم مع هذك العسير ديال الليمون اللي تحنى وغدي نضيفو لهم كاس ديال اللي غورت ديال الخوة مزيان ايا مشيت وتمعهم كي يجي واحد المدقة رائع الكوكتيل ايا كي خرج واحد من اسمه رائع وكيف اجتمعي اختصانه غير ليمونة واحدة قذك لنا الغارج وكي يجي من اسمه ديال الليمون عاطية وكأنه كديرا فيش كيلو ديال الليمون هو رغير هذيك القشرة اللي كان طيبه مع مع خزو مع القرعة حمراء مزيان هذا هاتش اللي بريده هادلوقيته وهاتش اللي كان وكنشكرك بزيف لانه وعليه والحمد لله احنا رايشن نفس الواقع واكيد انه الواحد رغدي يرد البال شي حويجات كيف قلتي واحد انتوما في القناة وديلكم رغت حرصوا انكم اي حاجة وجتوا اقتصادية واي حاجة جتوا طلعة في التامان ركت حاولوا تديروا بدائل واحنا هكدا في البدنون في البرنامج وفيكم انا كنستفدهم بعديتنا شكرا لك لانه وجتنا حويجات لهم اقتصاديين فلوس الوقت مميزين وما يفوتنيش انني نقدم لك يعني المستمعات عزيزة امبارة قتلي تبارك الله وتحية كبيرة للشيف اميرة مبديعة كيف العادة سنة ام الاولاد مراكش قتلي الله خليك سلم عليها بزف بزف وتبارك الله عليها وصفتها غزالين وكتستحق يعني الوصفت اننا نجربهم بصراحة مريم مكريم تبارك الله على الشيف روحة ماريحة فاطيما مكنس قتلينا بيتزا دي الاصلة والمعاصرة يا سلام فاطيما من الرباط قتلي تبارك الله عليك وعلى للا اميرة البرستيج والبساطة الله يفقكم وكريمة ام عبلام من صفرو قتلي وصفت شيف اميرة غزالين كان حمق عليكم وكان ضحكوا الحمد لله اللي خرينا ديما ضحكين دائما خص القوشي وقيتات رغم الفتن ورغم الاكرهات الحمد لله الواحد منك في قديمة نقولها من الفقه والقراص بصحة والسلامة عائلتو على خير ولدتو على خير ردني وما فيها يعني اي حاجك لها راها يعني الحمد لله كتبلي قداش كانوا الناس عايشين بقال من هادش اللي عندنا دابو عايشين الحياة بسر وداخر اي وكان الريضة كان الواحد راضي كانت القناعة وكان الريضة ما كانش الواحد كيس خط بزاف والله يعني صراحة انشي الواحد يرجع غير البركة ويطلب الله في الخير والحمد لله والله رحمنا بشته كذلك وواحد يكون قانوع ويكون يعني 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 اردب اردب يعني بدك الشي اللي عنده واللي قسم الله الحمد لله اراها شوفي اراها يقدر الواحد يأكل بسطيلة ديال الحوت يعني فسخة الله وما يمدوش لي والواحد يقدر يأكل بيضه ما طيشه عمراتي والخبز والزيتون ولا اي حاجة بسيطة ويحسب راحة الباله يتحك مع ولداته والله لا واحد نعمة لما يعرفها وما يعرف بحقها غير لي عيشها صراحة رامجات رامجات راك ديما تنقول راك اللي عنده تلاشو عام رامسكين وما قادر شتي نضي طيب ما قادر شتي تحرك ورصح هي كل شي اما هاتشي را كل شي فايت وحنا الحمد لله يعني في المغرب راح نصبارين وتنعرفوا شنو تنديرو الحمد لله تنطلب الله في الخير وتنتمنى وانه هاتشي يعني يجي المحسن الحمد لله ومع ذلك ما تنسخطو موالو والأمور تمشي بسلام ونطلبوا يعني كل واحد يعني من نفسه نطلبوا ندعيه مع بعدياتنا ونتعاونوا مع بعدياتنا ودك شي اللي يقسم الله حاجة لي جاتنا غالية ما نقربوش لها ونديرو البدائيل وهذا حتى تفوت هذه الأزمة كيف مدازوا أزامات أخرين وكنا قد المستوى إن شاء الله لأنه كيبقى كيبقى هاتشي كو لكم كيبقى يعني الحكمة دي الله سبحانه وتعالى والبتلاءات اللي كاعدتنا فيها تبارك الله عليك تنورينا وشوفي الهلي قطعة عادة اللي عتك سحي تكشف أميرا راتعودنا منك دائما تشوي قول جديد ديما أكيد ما غايكون غير جاجة تبارك الله يعني حوي جد زوينين كتمتعينا يعني بروحك المريحة وبالطريقة كيفاش تختارين الوصفات والحمد لله دي ما تنقوله حنا تنكمله بعديتنا في هذا البرنامج دي الخير والله إلا حتى أنا استفت منكم وتعرفت علانات ونعمة أخلاق ونعمة تربية زي ما عندي النخبة في القناة الحمد لله وشكرا لله ولكن عندي النخبة في القناة على ترك ميد راديو بارك الله وفك لي نشرف والله يكترهم إن شاء الله عندكم وبالخير وبالرزاق إن شاء الله تبارك الله عليك شكرا لكم بزيف شيف أميرا فرصة مقبلة إن شاء الله شيف مجتهدة وكن نسعدوا بلقاءها معنا من خلال البرنامج جلا مولاتي دائما لإفادة والحمد لله وشكر الله كنكمله بعديتنا في الخير وفي الإفادة وفي المحتوى الجيد مستمعات سبارك الله كل سيدة وباش كتتميز وطريقة كيفاش كتشرح لنا كيفاش كتفسط الأمور وحاجة على حاجة فكتكون الحمد لله الأمور يعني اللي هي مميزة ومن خلال البرنامج جلا مولاتي لقاءنا بكم مستمعينا ما زال مستمر دائما من خلال برنامج جلا مولاتي ومنورانا اليوم في الستوديو مباشرة من خلال برنامج جلا مولاتي زينة إدمنصور أخي صائية تجميل خبيرة في المنتوجات الطبيعية التقليدية ورئيسة فرع من فرع الغرفة الصناعية لهيئة النساء المقاولات أهلا بك نورتينا زينة ومنورانا أكثر باللباس الأمازيغي تبارك الله لجتيبي وهذا الحلي ما شاء الله بارك الله وفيك خير شكرا نورتينا وترفنا بالمعرفة صراحة بارك الله وفيك وهذا البسبوح دخص واحد الحلقة صراحة يعني وهذا الشي اللي يزوي يعني في تنوع المغربي لانتي كتنتمي المدينة تارودانت الجاملة وأيئة أمازيغية حرة جبالتو بغال ايئة تبارك الله عليك فالزينة صراحة أنا سعيدة جدا بتواصلي معاك وبالحضور معاناك مباشرة في البرنامج هذا من جهة لما عندك من خبرة تجميلية وكتخدمي على المنتوجات المغربية المحلية هذا من جهة حاجة اللي كتشرف يعني حاجة اللي هي مميزة جدا أننا نخدمه بالمنتوجات المغربية التقليدية من جهة كذلك بغنا نتكلمو على المسؤولية ديالك الجديدة كرئيسة ديال فرح سنعة التقليدية في جديدة رئيسة الهيئة الوطنية للنساء المقاولة ما شاء الله عليك سبارك الله عليك فبزاف ديال النجاحات اللي عشتي في سنوات اللي هي قليلة الحمد لله ومجاتش من فرغ ما زال أنا تمنيت لأنه هنا غي دبا معا تكلمنا على أوراق السيد اللي بغنا نتكلمو عليه دبا ولكن ان شاء الله بإذن الله لنا لقاء آخر وهما لقاءات متواصلة إن شاء الله يسمعون الناس قصة نجاح باش تهم لي هاتشي لكي لأنه ربما نديروا لها حلقة خاصة باش نتكلمو وباش نفيدوا نساء أخرى يتليكي يقول لك النجاح من ناس يبغي ناس خرين أنا ما عندي يظهر أولا غنبدا خصني رسل مال خصني بزاف ديالأمور فهدي تستحق إذا نتكلمو على واحد ساعة إن شاء الله اليوم قديم شوف أوراق السيد اللي غدي تعرفوا عليك يعني مستمعات أكيد كي بزاف نساء اللي تعرفوك يعني خارج ميد راديو وبرنامج اللامولاتي ولكن مستمعات اللامولاتي بغيتم أنهم يعرفوك أكثر زينا واليوم غدي نتكلمو على الفوائد التجميلية الأوراق السيدر فقبل ما ندخلو في هذا الموضوع نبغيو أول حاجة لأنه كيكون واحد اللبس واللي كنشوفه مع السيدات وأنه ما تفرقوش أحيانا قدرت بشي عند العطار أو شي اختصاصي أو تعاونية مثلا لها ولا شي واحد أصلا مع شركات أوراق السيدر كيفاش كينين فاليوم بونا أول حاجات قلنا هاد أوراق السيدر أولا شكل ديال هون كيفاش يكونو كيفاش نعرفو أنه أوراق السيدن يكونوا واقفين عند العطار ولا عند شوحدة كتبيع مثلا نعرفو بأن هادور أوراق السيد مكيلا كيشبول حنا شوياتي كيشبول حنا كيكونوا أوراق درين كيشبول حنا وما كيخرجوا من أوراق ديال النبق هم هم معروفين بأوراق النبق وكيتسموا أوراق دفاف الأنهار كيكونوا على دفاف الأنهار كيكونوا حتى في المناطق الجبلية وعندهم سيمات كبار تبارك الله معروفين كذلك حتى بنبات الطب البديل والاستحاول جمالي أنه عنده فوائد كثير على الوقوف وعلى البشرة يعني الطبي علاجي تجميلي أوراق السيدر تجميلي رائع جدا وعنده بزاف المنافع وإن شاء الله في هذه الحلقة غالي ينطرق بزاف فوائد يوم عنده أوراق السيدر هانيئا لها أنه ستخرج بوصفات ناجعة إن شاء الله ولي ما عندهاش اليوم في العشيات مشي تقده أوراق السيدر شي حاجة اللي خاصة أني تكون عندهم في الدار وخاقما ندخلوا مثلا في الوصفات بالنسبة للشو الفوائد الأوراق السيدر أوراق السيدر عندهم فوائد بالنسبة لك صحة الإنسان وكذلك بالنسبة للتجميل خذكم تعرفوا بأن أوراق السيدر كان هذا المكان هندرش على النبق اللي كيكون معهم كانت أوراق السيدر أوراق السيدر أوراق السيدر هادوك تحنو غني بمادة سابونين طبيعية يعني هو منظف طبيعي للبشرة يعني ما نقول لك يغسل الماسم ينقي البشرة يعقم الماسامات سبحان الله يرى اللي درتي في زلافة وطربتي بحلقة تخرج لك في هذه المادة اللي زيجي له هي مادة السابونين طبيعية ليه ما تحتاجيش تدير السابون أنتو ما عرفين من السابون ضروري كيكون صيف بالصودة الكوي يعني نو صاد نو صابون نو صودة نو صودة نو صاد نو صابون ضروري الصودة الكوي كيكون هذا طبيعي يعني وأنا هنا غنعطيهم واحد الوصفة غير رحموني إلى الدنيا وآخر شي حاجة اللي وعرة اللي كيف ما قلت لكم أنه غني بمادة السابونين نستفد منه كأنه غسول غسول طبيعي للبشرة دينا قدروا دا بيقيد مهم حلو ديناتكم مزيان وتمعو ديوا الفيضاء إن شاء الله بإذن الرحمن غادي ياخدوا معلقة ديال الأوراق الصدر اللي يكونوا مطحونين معلقة كبيرة وهم من الأحسن حنا باش نخدموه باش من باش ميعجزوش يدر واحد الكون تيلي يكون مرة يخلطوها ديروا كاس كاس ديال أوراق الصدر مطحونين زائد كاس ديال الشوفان والشوفان توا ما منسوش أنه تواغني بمادة السابونين الطبيعيه إلا تخلطو بجوجو مرة شي صافون لطبيعي هدو كنخلطوه تندروا في واحد سوبر بحالك في من بغيو نفيقو في صباح كنفيقو كنمشي وكنديرو شوية في اليد كنخلطوه بالماء ونديرو على البشرة ديالنا هدو كنخلطوه متحونين شوفان او لا هذا كنغسلو به يوميا يوميا كنغسلو به البشرة ديالنا وهو كيعمل على شكل مقشر وماسك وغاسل في نفس الوقت يعني ثلاثة في واحد يعني يوميا كنغسلو به وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع كنخليو عشر دقائق ونغسلو به البشرة ديالنا لأنه كيعقم ما قلت لكم كيحيد الخلايا الميتة المتراكمة اللي كتشكل لنا حاجز بين أي ما الدفاع على بغن نديروها كسيروم او لا ماسك ما يدخلش لنا دروري تقشير البشرة كنخليو البشرة مع قمع ضيفة يكساعد نقدرون نديروه أي حاجة ديكساعد ماسك وليه دغناسي وبالنسبة كنديروه ثلاثة المرات كنخليو عشر دقيق على شكل ماسك يعني كيعمل شكل مقشر مرة واحدة وعلى شكل ماسك مرت في الأسبوع ومنظف يوميي منظف يوميي يغسلون منظف يومييه مناسب لكل أنواع البشرة كل أنواع البشرة بما فيهم الحاساسة لأن فيها ذاك الشوفان الناس الذين لديهم الكلف يبقوا يغسلو به يومياً ويطبقوا 10 دقيق ويغسلو به يومياً مفيد الكلف تسبوغات الناس الذين لديهم الكلف بسبب المس والسح لأن أوراق صدر معروفين في الطيب النبوي ويقلك شجرة كريمة خرجت من الجنة يعني سبارك الله ما شاء الله بالنسبة الناس الذين لديهم تسبوغات حيث كان المس وكي ديلينا دوك الشحوف في البشرة أرهم زيالي يدير غير بحركة سبعات الوريقات يطحنهم بالحجرة ويبقى يديرهم مع ورد بحركة ولمع المرز ويطبقهم على شكل ما يعني وحتها أنه هذا الوصفة يعني غير مكلفة بالمرة يعني أوراق صدر متحور غير حموني إليها ورح الزبائن المتتبعات ديولي كامي المجربين مجربين هذا الغسولة دوضي جعاطي ممتاز يعني ها هي دباق وصفة وحدة اللي ممكن يخدموها على ثلاثة صابون منظف غسول يعني في الصباح ولعوتين في الليل مني بروين عسوه في المقايياج ماسك ثلاثة المرات ومقشر قوماج مرة في الأسبوع وتيجارية في نفس الوقت يعني تقدر بإنسات كبداية مشروع الله يوفق الجميع كبداية مشروع تخدم بنس كيلو بكيلو مهم نفس المقاييز ها هي زوينة ديرها في اسميته وتعطيها للناس يرحموا على نتي راه تبارك الله عليك كتوفق ما بين الوصفات اللي كتخدمي بهم لانو تنتي عندك تبارك الله منتوجات خاصة بك تقليدية وماشاء الله عليك وفي نفس الوقت بمأنو انت رئيسة يعني هيئة النساء المقاولات الجديدة كتحرسي انه نساء نساء اللي هم يجيوا مثلا يحضروا ورشات يشوفوا هاد الهيئة تقسات في الرباط وعندها فروع بزاف والفرعة اللي كين عندها في مدينة جديدة حينت بحكم أنا سكنة في مدينة جديدة أنا هي الرئيسة دي الفرعة في مدينة جديدة وهما يعني الدور ديالهم هما كي كي ما كنقوله كي تراسيو التيران الناس اللي عندهم المشاريع الناس اللي الله بادين مقاولين لربما عند العزيمة عند الإرادة ومعرفش رسل خيط شنو المصالة تمشي لي وفعلا وأي واحد سأمنا نقول لك يعني أي وحدة سمعت يعني البخ كوغ ديالك ومصارك الحمد لله وطريقة كيف اجتهت وكيفاش نجحتي تدريجيا يعني محفزة ومشجعة لكل حمراءة أصلا خلاتهم يتوجوني كرائسة وتحقق كل تقدير وتحية الزوج ديالك لي جامعة كنتي يجبني في صراحة الزوج لي تكون الحمد لله يعني في ضغر المرأة دياله والله يخليه ليك ونعم السند الحمد لله ونجاح كرا من نجاحه إن شاء الله ديما هو في مكان مشيش شكرا هذا بالنسبة للأوراق الصدر إلا كنا نتحنهم ودائما من الأحسن أوراق الصدر نجيبهم عليه نتحنهم يكون اشتفادين ذاك اللبس رجبتهم بردين يمكن فيهم شي مادة يمكن نجيبهم لأنه دبه هذا وجهه هذا من الأحسن الواحد بالنسبة للوصفة تانية اللي ممكن تقترح علينا بأوراق الصدر دائما يعني في في الوصفات التجميلية غن نعطيهم واحد الوصفة بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال الشعر الجفاف ديال الشعر فاقصوا في الشعر أوراق الصدر أزوين الشعر نشف أنا أنا كنا درم بات طريقة ما أكيد لا واحنا جيت البرنامج صحي نيرا نقول لكم احنا بطريقة مبسطة باش كل شيف همنا وكل شيف هم هدا ماسك زوين ديروا حنت كنت شفت واحد الكومونتر ديو حت سيدان دقت لك وش مكليين ديروا البنية الصغيرة يعني أي واحد يديرهم آمين يعني ناخده جمعالق ديال أوراق الصدر جمعالق ديال أوراق الصدر كان ناخده صفار بيضة بالليان لأن الشعر ديانك يحتاج البروتين هو غني بالمادات البروتين وكان ناخده زيت 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 نباتية ومن الأحسن الزيت البلدية ولكن فاش كنقول الزيت البلدية المسوسة بلا ملحة لأن الملحة كتزيد كتطيح لنا الشعر وممزين لش البشرة دياننا مليس بغيوا تختاروا الزيت المسوسة ديروا هالبشرة ديالكم ناخده المسوسة راعت الله يعني كاينة في راكينا في المتاجير الكبرى كتبع زيت مسوسة يعني نجوج معالق كبار ديال أوراق صدر مطحونين وصفار بيضة بلدية وزيت البلدية باش نخلطو تكون السوسة بلا ملحة اللي بغات عندها الفيتامين او تزيد اللي ما عنده شرها هذيك الوصفة كافية واضطر بالمكسور مزيان مزيان حتى كتطلع لنا صافي ديك ساعة كنديروها الشعر ديانا كنطبقه على الشعر ونخليه واحد ساعة قبل الدوش ولكن لي شعرها جاف بالزاف كنديروه كنديروه السلوفان على الشعر ساعة مدة ساعة وناخده فوتا صغونا كن نفزقه على درجة حرار اللي كنستحمله وتنديروها فوق السلوفان صافي كتخليها بحلقك وديك ساعرك تغسل الشعر البيتة صغار هذي الوصفة شهر الاول هي شهر الاول تطبق جوش المرات في الاسبوع الشهر ثاني مرة واحدة في الاسبوع رائع جدا والسدر هو ركن غسول طبيعي من زمن يعني بحاله بحل الغسول يستعملوا اوراق السدر سبحان الله يعني فعلا اوراق السدر ربما كانت تكلموش عليه بزاف ولكن عنده واحد الفائدة تجميلية وعلاجية بما انه تخصص ديالك الجمال والتجميل فتكلمنا على الفوائد دياله التجميلية فخليكم معنا مستمعنا اكيد مزرين موصلين رفقة زينايد منصور اخصائية تجميل خبيرة في المنتوجات الطبيعية التقليدية رئيسة فرع من فروع الغرفة الصناعية ورئيسة هيئة نساء المقاولات اليمكن تكلموش عن الفوائد دياله اوراق السدر فانت من المستمعات تواصلوا معنا دابا في البرنامج على 1005 22 88 00 60 61 62 للا عندكم اي تساؤلات تجميلية فيما كيتعلق سوء بموضوعنا اوراق السدر عندكم وبغيتوا تسولوا على شي حاجة او لا يعني تساؤلات تجميلية عامة تواصلوا معنا مباشرة واكيد جاوبكم مشكورة جدا اخصائية تجميل زينايد منصور لقنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما بحضور الأخصائية التجميل والباحثة والخبيرة في المنتوجات الطبيعية التقليدية زينة إدمنصور اللي منورنا اليوم وكانت تكلم عن فوائد تجميلية الأوراق الصدر ومشكورة جدا قدمت لنا صابون طبيعي غسول منظف ماسك لكل أنواع البشرة وكذلك قوماج وقدمت لنا كذلك وصفة من أوراق الصدر بالنسبة لتقصف وتغذية وجفف الشعر والحد من هذه المشاكل التجميلية على مستوى الشعر فمازال إن شاء الله تقدم لنا شامبوان للبريو المستمعات تعرفوا على هذا الشامبوان شنو فيه نمشون المكالمات الهاتفية معنا وتعرفوا على التساؤلات المستمعات معنا بشرة من صفرون ألو بشرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام أختي سلام ألا بس عليك الحمد لله الله يبرك فيك مرحبا بشرة يا دائرة الخزيرة دينا مزيان الحمد لله ألا بس عليها الحمد لله غير عندي لك الأوراق ديال السيدر بغيت نشوف شي حاجة دياله لوجهي عندي نقل حبوب الحمر في وجهي يعني نستعمل الدواء وعندي الشعر ديالي كيطيح ليه بزة واخا اسمعتي الوصفة اللي كانت تعطيها تسدابة على جفاف الشعر تقصف شعريك من أوراق السيدر جوجد للبيض جوجد للغاق ديال السورة برافو عليك وصفر للبيض أيه هذا كراميقيت صافي مزيان واخا هيا غا تعتك وصفة إن شاء الله من أوراق السيدر على المنسبة لها المشكلة ديال الحبوب مثلا وهذا أول حاجة الحبوب إلي كان حمرو من البنين لكي يكونوا كي يخرجوا لنا من الدد يانا المسران من الضروري تدير تحليل من الغدة الدرقية تكيوز المبيض نهار موناسي لكي لم يقعد دين شعنده هادو راكي يخرجوا الحبوب أما بالنسبة للوصفة اللي يعطيت ديال الشوفان وأوراق السيدر موسيقى بسيقى موسيقى سوف تستعملوا مع الماء أو مع الماء ورد وحتى مع الماء تخلطهم مع القاعدة الشوفان مع القاعدة الأوراق الصدر وتخلطهم وتغسل بيوم البشرية اليومين وتخلطهم 3 مرات في الأسبوع الماء مرة مثلا أو الماء أحسن مهم دائما تغسل بالماء تقدر الماء ورد وتقدر تغسل الماء أي حاجة بالنسبة لتساقط شعر نفس الشي اللي قلت في الوجه سيكون في الشعر يعني الإنسان كيلي عنده تساقط حد كيكون مراضي من الداخل يعني تدير بعد تحالي اللي كيكونوا بعدات تحيد الشك من المشاكل الأدوية بالنسبة للوصفة أنا ندى بغن أعطيكم وصفة عند شعر جيف ولي عند شعر دهني وكذلك واحد شامبون يعني واحد وصفة اللي تديرها في شامبون وتقدروا بها اللي غادي سفيدكم ناخدوا معنا أمينة من الدار بيدا هلو؟ أمينة وعليكم السلام ورحمة الله أمينة من الدارية مزكرة أهلا أمينة لبس عليك على خير كدير الأمينات لبس عليهم الحمد لله الله يبرك في كل أمينة أمينة أم زكريا غبورات هذه ده بكون مكانش زينة قامت تواصلي معنا ياك حصلتك تحياتي تحياتي أمينة تحياتي وأول حاجة بعدها نريد شكرك لأنه أمينة هي اللي عرفتني بزينة وتبارك الله عليها وكن شكرك بزاف وكن شكر صراحة كل مستمع دائما كي يساهموا في يعني في الضيوف وفي نجاح هذا البرنامج يعني بالمجهودات اللي كيديرو هي أمينة وي يا حبيبياتي بش مشكلة فأنا أخلي كمنا لقيتها شككت ساهل ذلك السيدة انا من... عار ولكن شوفي معاك موسوعة من تشورات المغربية التقليدية ولوصفات المغربية التقليدية القحة حليك ما يكبر بيك ما يكتبوش على الله شوفي أنا راها تعرفك لي وإليها غير ما نصيف اللي هلا قال لي بخود واللي خديث عنها ماشا الله عفتين أنا أكتبش لك كان يعني من مشكلة البواسير واحد طريقة ما كتفورش خديث عنها الدهن دفوة ولاك الحمد والشكر برتونجوش كلمرة بزيف 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 وصفتها ما نقدرش نقول لك المصغيرة باينغي مرة فلي في صوتك والله أمين را كل شيء واضح كتابه لك سيدة كتابه وحك الله العظيم وكانت من لها التوفيق وكانت من لها مزيء من العطا شوفي هي تحل شكل ديالك نحن كانت تبارك الله ماشا الله فهد شي ديال الطبخه في الواسطة راح كذلك وميتها زينه والقلب الكربير والقلب البيض الحمد لله شكرا زيما واحدة سيدة ماشا الله عليها والله يكملها ووفقة المسيرة ديالها وتكمل هاد المنبر تنقول لناس زعموا على البرودوي دياله وعلى المسوجات وكانت قسم لكم بالله بالله الى المنشوجات ديالها صحية مئة في المئة بدون زارة لا يعجبني فيها أمينة وانو تبارك الله زينه كتخدم بمنتوجات محلية مغربية حرة والله لا يعجبني ذلك شي اللي عندها تبارك الله طبيعي مئة في المئة الحمد لله وحنا في حاجة لهذا شي انو يرجع هكاويبان بعيدا عن كل ما هو مصنع في التورات المغربية دونية الهدف مليك تقول لك زين هاد البرودوي غير وفقك لالحاجة على حسابي صافي خودي وغمضعيني اه انا السنة والسانون هادك راحة هادك رب وحده رحنا ان شاء الله نديرو حلقات بإذن الله شوفي كوني هان يا دا بصافي حطيتيها في واحد واحد الوجهة ان شاء الله ولا عليك أمينة ان شاء الله هادين نستفدو من هوم الخبرة شكرا امينة بارك الله وفيك وتحياتي لك والله شكرا كان بارك بزدعف وزينة محبة التورات المغربية من ناحية المنتوجات المغربية التقليدي اللي كتخدمي بها ودائما اللي عجبني فيك وانك تحرصي انك تكوني باللباس الامازيغي وتبارك الله عليك وهذا الحلي ما شاء الله عليك بلدنا زوينا صراحة من طنجة القويرة وكل واحد كيمتل وخير سافر المدينة ديالو اكيد انه كل شي تبغي يربح ربح مادي نجح في المشروع ديالو ولكن في نفس الوقت عندك واحد القصة يعني من من البركة من تعامل مع الناس تبغي الخير الجميع تبغي كل شي انه ينجح في المجال ديالو عندك منافسة شريفة عندك شي يعني ايجاب هذه كلمة اللي دائما كنقول المغزى الحقيقي من التاجر الحقيقي وهو كسب قلوب الناس قبل نقود الحمد لله الحمد لله مليك تكسب الناس وكتكوني معهم زيان وكل شراء وكتشناي انك تأخذ يحب الناس فهذه اللحظة يبغي تنكي يمتت بداية من صباح يعني فش تشوف بحلقة شئرها هادك هو راس المال هو الربع والحمد لله كل شي على البركة وصيد ربك وني غير نيتك زوين وطي ربك وهذه قصة نشوفها من قصة قصة نجاح وانشاء الله ما زال سوف نعود قصة بإذن الله هاتش اللي كان نعطي وحق هذا القصة بإذن الله مصدر إلهام النساء اللي هما ربما يعني يشتغلوا في المجال أو لا غير المجال ذلك العزمة وذلك الإسرار وكيف بديتي لا نحلق لما لا نقول شي حاجة كيف يسمعوها لأنه قريقة الحكة نخدم عن نجات من الضرب إذا ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نجات الحمد لله الله يبرك فيك مرحبا مرحبا نجات الحمد لله الله يبرك فيك شكرا نجات والدي نوال شكرا نشكركم عليم بزاك على اختك تفض لنجات لا يخلق لأخت الجنين لمعرفة قبل الغد الضرب راقية كان سمعوها تسلعين بي عرف كان سمع بأن مصاب الوصف عليه وسلم بغتشي وصل لأي كمرجات ولا قبل تفض الغد الجزية واخا وامتبع أنت بي نجات 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 ولكن لا ماشي ولكن أنت نجات لنكون أكثر فعالية ونعطي كل حاجة لحق ديالها تبعي عن طبيب ديالك ومع هاد الأمور ممكن أنك تستعني بهاد الوصفات العلاجية طبية اللي كتفعل مع الدواء ومعند حتى شي دارار فامتيني من الأحسن لأنه ما كيش واحد الحاجة اللي هي سحرية كتعالج ولكن حاجة تكمل حاجة فخليكم تبع عن طبيب ديالك وفي نص الوقت إن شاء الله ممكن تستعني بعض الوصفات إن شاء الله واليوم كان تكلم على أوراق الصدر من ناحية التجميلية طيب كوريلا واخا قلت لنا بالنسبة تسبغات الجلدية حتى هذا لا يقض واخا نشاء الشامبون بعد إن شاء الله ناخد الوصفات بالنسبة الشامبون كان ناخد معلقة الأوراق الصدر المطحونين ونص معلقة صغيرة القرنفل هاتش كامل يتحن وتدار شامبون بقوا ديما نغسلو به كتك يولدك شامبون يبقى يغسلو بالشعر ديانهم وغادي نعطيهم كيف ما قلت لكم منسوا الشعر الدهني لقدرنا للجاف نهضروا على الدهني لزيف الناس اللي عندهم شعر دهني زيد الشعر الدهني يقيد معي بالنسبة للشعر الدهني كان ناخد معلقة الأوراق الصدر كان ناخد معلقة الخزامة معلقة الزعتر ومعلقة الريحان هاتشي كامل نشده ونكبه لليكس المطيب وتنغطيه مش هدو كل الطيارة ما تنمشيش ما نخليهم ونضعهم ونرشو بهم ديما ثلاثة المرات قبل الدوش أوراق الصدر الخزامة والزعتر والريحان في المطيب نغطيهم ونرشو بهم ثلاثة المرات قبل الدوش وهي من الأحسن من الأحسن تكون فروان قياني على شعر مغسور هو من الأحسن مرحب حال هذيك بزاف كتكون داف عالية أكثر مثلا محلولين نقي وهذي يعني شنو تعطي الشعر بالنسبة الشعر الشعر الدهني تحيي ذلك الإدام تصدق الإفراز ومزيان التقص في الشعر تطيح الشعر مشاكل فرواني الرأس كيفما كانوا هذه المشاكل القزيمة أي حاجة تكون في الشعر مزيان اليوم والنسبة الشامبان اللي اعطيت اللي فيه القرنف الشامبان هو التساقط حكم يقول شامبان ما كيدل يوال شامبان غير سميت هو من الأحسن زيوت وكذا ما شامبان ما تسني من الشامبان يعاج لك أوراق صدر يفضل أنه الشامبان يكون بحده مثلا مثلا هنغسله لما نخوطه حتى ندري الاستعمال ومثلا في الدوش أولا يقدروا يدروا بحل كي أخذوا بحل دبا معي المنو شوية من الشامبان القرنف لا تكون كثيرا لا تكون كثيرا بشيء لكي ومجيدين القرنف ولكن صراحة يعطي واحدة رايحة عطري زوين ازوين ورح القرنف لا تجو هذا بالنسبة البخار بالنسبة الشامبون وقلت يكن واحد زيت نفس نتخذ بالنسبة زيت نفس هنغسله ستتخذه مع القديل مع القديل الخزامة مع القديل الزعتر قيد محسن الخزامة الزعتر الصدر اليازير الورد الريحان هذا شيء كامل مع القه مع القه الزعتر صدر اليازير الورد الريحان ونستي تمت مراتر هذا شيء كامل يتتحن وقدره مع الزيت العود مستوسة تخلي تحجب 40 يوم 30 يوم حلقة ونخليه كل نهار ولكل يومي بحلقة نحركه نحصو على واحد الزيت رائع جدا بالنسبة تساقط الشعر تطلع الخلفة للناس تقوي تنبت هده نخلي 40 يوم بحلقة تفاح تخلي آمن أحسن يتفاعل الأعشاب وذلك وفي النسبة يشقوا بشعر بالنسبة الناس لديهم شعر جاف لديهم شعر لديهم شعر يقدروا يدرهم معلمة يعني نفس سميت يعني الأعشاب الشيس أوراق صدر ديما يمشي معهم الخزامة والريحان والزعتر هذا وعري يزيد يعز الفعالية ولكن غسم حلي بحل 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 هذا الوصف اللي اعطيت إدابة لك تقوي الشعر مثلا 40 يوم لعدنا دون ستعمل هذا معز هذه معز ذات شعر شعر دون يبغي العشاب مع الم تبارك الله عليك صراحة مشكور جدا على حضور من جديدة ربي خلينا في صراحة وننسوش تباريما تنسي واخا نختم بها لأن تباريما تباريما على حقها وطراقها فعالية ركا من عمش لكم مشهور جديدة قال حمامة كي شنو فيها قال حمامة كي هل يعطيكم تباريما بعدها تباريما فيها الورد الورد الريحان آخر عرعار الورد الريحان السلمية قرنفل الورد الريحان اوุ المقادر قلت القرنفل الورد الريحان العرعار والخزامة السلمية والسنبل والحنة سبريمة بالحنة رمشي سبريمة كل شيء نفت بريمة التقليدية المعروفة كل شيء ندره نفس المقاييس إلا القرونفل القرونفل ندره غير نسب الكيمياني بحالي يدرنا مع القرونفل ندره غير معي القصغيرة الناس اللي كما حينتنا ضيجة نقول لهم رأى وصفة تجارية هادي رأى ياخدوا مننا يدروا فيها كيلو 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 والخري يدر فانس كيلو وقادوا دوم عليه يديهم وعلى فكرة تبريمة كبداية مشروع دياني أول حاجة بديتي بها إن شاء الله قادر تغير في ساشلية عاديين ككتبين بستيله بقى من حرفولاتي كيلو تشبه أشكالك البداية ترى الحمد لله لا إن شاء الله الله يزيد في العمر بإذن الله وندروا اللقاء مقبل اللي غادي نتكلموا فيه على القصة النجاح ديالك بالتفاصيل دياله كيفاش بديتي تدريجيا وكيفاش نجحتي في هذه المجال إن شاء الله ونحفظوا نساء أخريات أنهم يتشجعوا ويدروا يعني ذلك شي اللي هما بغين ونتمنوا التوفيق للجميع إن شاء الله شكرا لك بزاف نورتينا صراحة أنت شررت المعرفة ديالك ومرحبا بك ما بكتش دائفة ببرنامج المولاتي مرحبا بك في أي وقت إن شاء الله نستفدو للإخداء كلينا الشرف نستفدو من الخبرة ديالك إن شاء الله فهد المجال شكرا بزاف الزينا إد منثور أخي صائية تجميل خبيرة في المنتوجة الطبيعية التقليدية وكذلك رئيسة الهيئة نساء المقاولات اليوم تكلمنا على الفوائي التجميل الأوراق السيد وكذلك نشكر الزوج جلسي المختار لجمعاك ونورناتها المنبر نشكر المتتبعات ديالك كاملين ونشكر القروبة ديالك كوني الأجمل مع زينة بيور وكذلك المتتبعين ديالي على انستغرام تيك توك وكنشكر للعائلة ديالي عائلتي إذ منصور الوليد ديالي ممي أختي كل شيء الإبن ديالي أناس تحياتي لي في هذا المنبر وتحياتي لطاقم ديال ميد غاديو وقع المستمعين الأوفياء الميد غاديو وبرنامج ديال سناء الكيناني رائعة والجميلة وشكرا لكم بزاف شكرا لكم مستمعين لحسن المتابعة والإستماع على البرنامج المولاتي